دع القيادي في حزب الليكود عضو الكنيسة جدعون ساعر رئيس حزبه ورئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى استخلاص العبر من فشله بتشكيل حكومة وكرر طلبه بإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب وقال ساعر لوسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو لا يمكنه تشكيل حكومة حتى لو أجريت انتخابات ثالثة ورابعة مشيرا إلى أهمية إجراء انتخابات داخلية خلال فترة الواحد وعشرين يوما لمنع انتخابات ثالثة فيما أكد أنه يستطيع في حال انتخابه رئيسا للحزب تشكيل حكومة هذا وحذر ساعر من خطورة مشاركة العاملين بأجور ضمن مؤسسات الحزب في التظاهرات المنددة بقرارات المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مشيرا إلى أن ذلك يشكل تناقضا بين وظيفتهم والأوامر التي يتلقونها بموجب هذه الوظيفة للقيام بأمور خارجة عن نطاق العمل